موسيقى السلام حبيباتي إن شاء الله تكونوا بكم مرحبا بكم في القناة فاتيوم دي زيت بوجي وانتم تتفرجوا في الفيديو إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة يا رب وقبل ما نبدأ وخياتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد هنا نبدأ وعلى بركة الله اليوم أجبت لكم وصفة بزف هيلة وبنينة هو كتف الماعز مفور يجي بغيما بزف بنينة يعني معدت فيلاد تاعه يجي بزف هيلة تبعوني للأخير وحن أعطي لكم المقادر كما قلت لكم عندي كتف تاع كتف تاع الماعز عندي حبة طماتيش مرحية حبة طماتيش مرحية عندي رسل ومدنيد مرحية عندي الملح عندي حشي الشربة ومعدنوس اختفتهم قاعدة عندي فلفل عكري عندي زنجابيل عندي شوية قرفة عندي كركم كمون وفلفل لكحل وهنايا عندي لصصوية ماشي اجبارية وشنو تمد يعني لكو بزف هيلة وعندي لاموتاقت مغرف كبير ولا نص مغرف ولكي الاختيار نبدأ وهنا على بركة الله نبدأ ونوجد فادي تتبيلة ولا الشرمولة كل واحد كتف شي عايت لها قدرت هادك حشي الشربة ومعدنوس قدرت ربطة ربطة قدرت حبة طماتيش حبة بصلة والتوم حبة راستوم دا تقاع هادوك لزيبيس اللي قلت عليكم فلفل لكحل كمون شوية قرفة فلفل العكري وزنجابيل وكركم هنايا بدا نضيف لاموتاقت لاموتاقت كي ما تحبيت تقدري تديري نص مغرف انا نضيت نص مغرف تقدري تديري مغرف كبير بس كي هادك الاصصوية جات بزف ملحة انا لغ ما حبيتش نكثر بزف لاموتاقت هنا قدرت زوج مغرف كبير لاصصوية فغيمو هادي لاصصوية و لاصصوية كل واحد كيف شعيت تلها فغيمو تمد واحد الطارة و واحد اللي يقول هادك الحمد تزيد يعني لبنة واذا ما كاش خياتي تانيت ماشي اجبارية هنا نزيد نخلطها بالزيت هنا يعني نزيد نخلطه ونشوف القاومتها اسكن نزيد لها ولا لا لا كي ما تقدري تزيد لها تانيت كاش الزوج مغرف الى ثلاثة مغرف كبار تعلمة انا هنا مادة تشلمات درت غير الزيت خلط قاعدك حتي تجانسوا مع بعض وهنا يا خياتي انا كي درت هاد الحمد بس كو الحمد مفور يشد فغيمو بالسفت بش يجي يطيب حتى وين بالسف هنا انا وجدته صباح درته جوية العشرة تاع صباح طيبته جوية ثلاثة ونص تعل عشية هكذا بش يطيب لك تمتم انا شد لي تلت سوايا باش طاب لي اه يشد اليت ما قيل حبيتي الطيب هالغدوة من دك تقدر تدري تتبيلة هادك في الليل وتخليه تشرب قاعدك هادك تتبيلة حتيه فريجيدر هكذا صباح كتنودي تلقياه واجد انا يدرت انا درته صباح جوية العشرة هكذاك وجدته خليته فريجيدر حتى العشية ولا فتلاجة حتى العشية قاعدك باش طيبته جوية ثلاثة طاب ليع ستا ونص وحنا يمع العشية بعد ما تشرب قاعدك ملاح ونبدأ نخدم فيه انا نرفضه الى البابيه اليمينيوم و بابيه كويسان انا يخيتي من الاحسن احسن كي تديره في البابيه اليمينيوم او فوق البابيه سيلفريزي يعني سيدي كونسيه دي بخير فريغانس ديره في الورق الزبدة هادي خير وخير هكذا الغلفه مليح قاعدك هكذا مش ميخرج قاعدك المتاعه بس كي يطيب وليه يتلق المتاعه هكذاك بهذا كلمانه رح يطيب وهنا زيد نعود لكم تشوفوا العملية بولادو زيافا تشوفوا كيف اشدرتو هايليك نحطها ديك الحاموز ندير هدك تتبيلاليدو هكذا قاعدك من فوق ونغلق باحكام يعني لازم تغلقي مليح هكذا مش ما يتدفق لكش ونضيروه في الكسكاس اي فور الافابير هكذا نكرر العملية حتى نجملهم قاعدك ولا هاولو الليقب هكذا 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 قاعدتو في الكسكاس نغلق عليه الغطاء ونخليه يتيب وهنا بعد ما طاب دو كل حيلكم وتشوفوا خياتي فريمو طاب فريمو بزاف بزاف هاي طاب زبدة وهنا يليد هكذا قاعدتو في الكسكاس نغلق هكذا قاعدتو في الكسكاس هكذا نخدمو 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 نحب نخدمو كلش بيدي هكذا هكذا تفكرت هكذا قاعدتو قصة انا يا فلا من المقرسة اكتا حليتو الخير ساعدني شوفوا كيف اشطب فغيمو طب بزاف هايل وهنا يزيد الحل لكم الاخرى هكدا هي تانية تقدروا يعني تقدموها هكدا كيكون عندكم مضياف ولا تقدروا تقدموها هاي لك طريقة تتقدم فغيمو ولا غير يزيد النص كما تقدري تديري بعها شخشوخة ولا تقري لي فخيت ولا تديري بها الرز المهم حاجة اللي تحبي تقدري تقدميها معك اه هنا يا خياتي لحقنا الاخر الفيديو مع عليها غير نبقيكم على الاخر سلام الحلقة الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة